السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله رح نخدمه الجنواز اللي خدمت بها كيكة الفراولة كنت وعدتكم بها نديرها لكم في فيديو واحد اخر بالتفصيل هكذا باش كيتحوسوا عليها تلقوها بكل سهولة و قبل ما نبدأوا في وصفة الجنواز رح نوري لكم هذ الكيسان كنت شريتهم في النهار اللي درت فيه الكيكة ثلاثة كيسان يتجوا هكذا يتباعوا في علبة واحدة وكين اللي يتباعوا في عفوا يتباعوا فرديين يعني يتباع كاس واحد بصح يتباعوا شوي على هذا هنا رحكم تشوفوه في الكيسان كل كاس وش فيه العيارات يعني كين تع العيار للحليب للزيت للسكر للما كاكا وفارين يعني هذ اللوزن انتع الحلويات و ننصحكم بهذا الكيسان خاصة اللي ما عندهم مش ميزان في الدار وحتى و يكون عندكم ميزان في الدار هذو عمليين يعني تجبدوهم و نفس القيس انتع الميزان هو انتع الكاس تقيسوا بهم و ترجعوهم ننصحكم بهم على الاقل يكون عندكم كاس واحد من هذا النوع في الدار واذو كان نبدو في وصفة الجينواز هنا عندي اربع بيضات كاملين بحرارة المطبخ زدت عليهم 25 قرام سكر و كيس انتع لفاني بالنسبة للبيض ضروري يكون بحرارة المطبخ انا كنت خرجتهم لي لقبل و غدوها كنت خدمت الجينواز يعني هذو الاخطاء هما اللي يخلو الجينواز تهبط و تجي معجنات داخل هنا بالباتور نطلع هذك البيض و السكر و لفاني نطلعه نعطي له وقت و البيض حوالي 10 دقايق حتى يضعف الحجم انتعه و يرجع الخليط ابيض و ثقيل بهذا الشكل و هنا نقسم الفارينا على مرتين اللي هي 125 قرام ثاني نفس القيس انتع السكر هو نفسه من تاع الفارينا نغرب لها و نقسمها على مرتين و بمغرفولها بسباتيول ندير بنفس الطريقة اللي ندير بها نخلط في اتجاه واحد و من تحت للفوق حتى يعني في المرحلة هذي عفوا حتى الحبيبات هذو كتاع الفارينا يذوبوا يعني ما تدروهاش على مرة واحدة او اللي على الدفعة واحدة دروها على مرتين و ما تبلغوش في الخلط يعني خلطوا شوية برق كي تشوفوا الفارينا ذابت الداخل زيدوا الدفعة الثانية هكذا في نفس الاتجاه من تحت حتى اللي الفوق بهذا الشكل حتى تبني لكم بلي هذيك الفارينا ذابت الداخل و في الوقت هذي اللي راني نخلط فيها راني نمشي على الفرن لمية و ثمانين دراجة مشعلته من الفوق و متحت هكذا هذا هو الخاليط هنا راه واجد كما قلت لكم ما تبلغوش في الخلط بزيف و ماذا بيكم يعني تخلطوا الفارينا متخلوهاش هكذاك كتلات هني انا راح ندير في هذا المون ننصحكم به هكذا يتي تفتح القيس اللي حبيته هنا هنا راني دايله 17 سنتيمتر درت له في القاعدة نتع ورق الزبدة و بالاطراف و دهنتهم بالزبدة و للسقط ثاني ورق الزبدة من الاطراف فرغ هذيك الخاليط الداخل وبرك بمو غرف كي ما قلت لكم ولا بس باتس يولو لا برك ولا تخبطوا اللي البلان تاعكم باش تتعدلوا هذيك الوجه انتح الجنواز اندخل هاد طيب هنا بالنسبة للمدة انتع الطاهي تاحها راح تديلكم من عشرين دقيقة حتى النص ساعة قبل عشرين دقيقة ما تفتحوش عليها الفرن مرة ولا راي رايحة تهبط لكم كي تفوت عشرين دقيقة واحد و عشرين دقيقة اثنين و عشرين دقيقة افتحوها و شوفو تقدروا تدخلوا عود خشبي ولا موسو لا وتشوفوها اذا جبتوه هنا شوف معناها راي طابت هلاني انا ديتلي نص ساعة بالضبط بعدها خرجتها كي ما راكم تشوفو من الوجه انتحها يعني ما هبطتش كي تفوت المدة انت عشرين دقيقة و ما تفتحوش عليها مايش راح تهبط مرة نخليها برق شوية تدفى برق و نقلبها و نحيلها الكاغط هذا اكتاع ورق الزبدة اللي درتولها في القاعدة انتاحها فهذا الشكل راح يتنحى لكم بكل سهولة و نفتح ذركة ثاني المول و هنا في الجواني برا نديرها ورق الزبدة راح يتنحى ثاني بكل سهولة انا اعود لكم على مدة الطهي انتاع الجنواز كيتدخلوها للفرن ما تفتحوش عليها الفرن مرة حتى انتبوت عشرين دقيقة باش تقدروا تفتحوها و تدخلو الموس وتشوفوها اذا كان اذا كان يعني خرجنا شوف معناها راهي طابت و انتو ما اللي تتحكمو في المدة انتاع الحميرار انتاع الجنواز هنا راكم شوفتو يعني بعد ما نحيت لها الكاغط وهذاك الوجه انتاح هذوك الدوائر يعني راها ما هبطدش ولا كما وريتها لكم في الأول برك هذا يعني هذا اللي راني قالب عليها الجنواز هي اللي خلت فيها هذوك يعني خلت فيها هذوك اللي تراس انتاحا هنايا نخليها حتى انتدفى تماما يعني حوالي ساعة ولا ونبعد ان نغلفها ونخدم بها لخليها حتى الغدوة ولا على الاقل المهم تريح تلتسوايح باش تتقطع لكم بكل سهولة لانو لا خليلها هكذاك زي ما بعد ساعة مثلا وقطعتوها راح تدفتت لكم ومتقدروش تقسموها خلوها تدفى تماما وديروها في كيس هكذا بلاستيكي ولا ورق شفاف وخلوها في الفرجيتار حتى للوقت اللي راح تخدمو بها هذي هي يعني الوصفة انتالجي نواز وصفة بزف سهلة وان شاء الله تعتمدوها شفتو ما فيها لخميرة لحلي بلا زيد بثلاث مكونات برق وتجيب زف بنحة وتجي خفيفة ان شاء الله نتمنى اجر تجربوها وتعجبكم انا ما بقالي غير نقولكم انتظروني في فيديو لاحق ومع السلامة